بس فعلاً أي حاجة تزعل أن مستوى كمتين واربعض ما كنوش عن المستوى الفني المدهش يعني عايز أقول لك على حاجة في الشوت الأولاني أكسم بالله نصر مال يستلم كرة تتقطع تروح الأهلي يقطع برضو نفس الكرة الأهلي يقطع وكرة الزمريكي أخد عدت خمس زي كل شوية داي يستلم تتقطع طب ما سألك سؤال الزمالي فيش حاجة استحق الفوز النهاردة ولا؟ هو أنا شايف أن المباركة تمشي تعادل تمشي تعادل إيه رأيك في الأهلي النهاردة؟ النهاردة؟ لا لأ لأ نادي الأهلي بقى له فترة مش كويس بقى له فترة مش عارف أنا بقول برضو المستشفى الموجودة أنت عندك 10 إلى 12 لعيب السنة دي مختلفة غير السنة اللي فاتت السنة فاتت ما كانش فيه إصابات كتيرة ما كانش كانت اللعبة بتدي أقصى طاقة حتى كان بيغير اللعبة كانت اللعبة ملتزمة السنة دي حاسس أن فيه تغيرات في السلوك اللعبة كتير حاسس أن فيه إصابات كتيرة إيه سبب الإصابات برضو يعني إيه تغيير في سلوكات اللعبين؟ عارف أنت برضو إيه اللعبة لما كانت أول السنة اللي فاتت كان كل واحد عايز يزبط نفسه يعني كل واحد عايز يموت نفسه كل واحد ينزل خمس زي دلوقتي بقى فيه مشاكل يعني أنت عبدالقادر فيه مشكلة فيه أفشة حصان مشكلة فترة فيه برستاوب برضو هو بيطلع كان متدايق كهرباء دلوقتي بدأ يقعد فيه تغير في السلوك يعني دي اللي واحد ده أنا عرفه لأن اللي واحد اللي بكورة فعارف لما بتلعب أساسي بتبقى لما بتيجي تقعد بتبقى متدايق شوية يعني عندك مثلا أن أنت فيه حاجة كده أن أنت مثلا إيه متدايق أنه أعادني مش عارفة بتبقى عايز تلعب أساسي على طول بقى عايز تلعب أساسي على طول